موسيقى الغي من حياتك كلمة مستحيل جوا قدرات هيلة محتاجة تشغيل اربط بين ثقتك بالله وسر نجاحك في الحياة اشتغل على نفسك وما تستسلمش للملل وخليك شريك التفاؤل والأمل مشاهدين في كل مكان طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد بكم وقليكم وحلقة جديدة من برنامجكم رسالة حياة اسم حلقتنا النهاردة نظريات من الحياة الحقيقة في نظرية عجبتني جدا نظرية دي لدكتور فيليب جامعة ستانفور يعني تقريبا في حدود سنة 1982 النظرية دي هو سماها نظرية الشبابيك المكسرة أو نظرية النوافذ المكسورة النظرية دي بتقول بصرف النظر عن الحي أو المكان أو الشارع اللي ساكنين فيه كانوا فقراء أو أغنياء لو تكسرت فيه نفذة ومحد صلحها غالبا هيؤدي إلى كسر نوافذ أخرى وده يعني بالمعنى المبسط أوي إحنا لما بنستنى على حاجة وبنصبر بتجيب اللي بعدها يعني الخراب أو الإهمال طيب النظرية دي فيه كذا مثل بيجسد لنا النظرية دي أول مثال هو لو فرضا إن فيه شاب والشاب ده بيقول كلام مثلا كلام خارج فهو لو في البيت ووالده موقفوش عن ده أو شاف طريقا إن هو يفاهمه إن ده غلط غالبا هيستمر على الموضوع ده وكمان ممكن أخوه الأصغر منه يبتدي إن هو يردد نفس الكلام غير كده إن فيه مثلا بنت في البيت فبيتخدش حياءها بالشكل ده دي حاجة وفيه مثل تاني ده مثل مثلا أسري فيه مثل تاني خلينا نقول يعني عملي أو مثل مهني المثل ده بيقول إن لو فيه حد بيشتغل في محل أو في مؤسسة أو شركة لو هو راح مرة متأخر عن الشغل وما تجزاش من صاحب الشغل أو المدير عنده في العمل غالبا هيكررها تاني ولو هو فضل يكررها هيفسد غيره برضو هيغري غيره من الموظفين إن هم يكرروا نفس الشغل ده أو نفس العمل إن هم يجوا متأخر ما يهتموش بالعمل ودايما الإنسان اللي مش منضبط بتلاقي برضو الناتج بتاعه أو النتاج بتاعه في الشغل قليل أو يعني مش بالشكل المطلوب أو يعني مش بالنتيجة اللي احنا نتمناها فهتلاقي الكفاءة بتاعته قليلة طيب الكفاءة بتاعته قليلة وهو بيتأخر حد تاني بيشوفه من الموظفين بيعمل زيه فلو اتنين عملوا بالشكل ده غالبا كل الموظفين هيعملوا كده اللي مش منضبطين غير المنضبط المنضبط مش محتاج أي حد يديره أو يقوده أو يديله جزء أو أي حاجة من الحاجات دي كلها فطبعا ده بينتج إن كل الناس بتمشي على نفس المنوال الناس اللي مش منضبطة ده بيعمل إيه؟ بيقلل الكفاءة بتاعت الشركة في الآخر أو الناتج بتاع الشركة في الآخر أو المؤسسة وبيهز الإسم بتاعها التجاري وبيخلي ناس يعني مثلا هو لو محله وجيه فتحه متأخر فاللي جيه وشافه مقفول بيروح لمحل تاني يشتري منه ولو راح لمحل تاني مش هيرجع طبعا للمحل الأولاني فأدي الأمور بتمشي بالشكل ده ولو جينا كمان ناخد مثال أنا مثلا ساكن في عمارة وكان فيه شقة عندنا بتتشطب جي واحد بيشطب الشقة بتاعته وجنبنا حتة أرض لسه ما تبنتش شال المخلفات بتاع بقية تشطيب ورمها فين؟ في الأرض اللي جنب العمارة بتاعتنا فعمل إيه؟ ده أول مرة تاني مرة اللي هو بقى النهائي بقى بتاع التنظيف بقى وآخر حاجة بقى اللي هي قبل ما يقف المفتاح الشقة برضو شايل الحاجات اللي هي بتاع الفانش دي وبردو حطها في نفس الأرض الموجودة دي فطبعا عملت كوم من النفايات شافوا واحد تاني وهو بيشطب أم عامل نفس الموضوع حد معادي لقى كوم بقى ما كوم بيزيد كوم النفايات ده أم عامل نفس الموضوع ده عمل إيه؟ خلى إن أي حد يرمي في حتة الأرض دي وكمان من هنا بتبقى مقوى للحيوانات وبعض الحيوانات فيها بتبقى مفترسة طبعا مش أسد ونمر والحاجات دي وإنما بعض الكلاب اللي مش على العادة أو اللي مش طبيعية شوية الكلاب دي بيكون مثلا يعني إن صح التعبير كلب مصعور مثلا أو يعني بيهجم لو شاف أي حد يهجم عليه فده غالبا هيؤدي لو طفل معدي من الاحتمال إن هو يهجم على الطفل ده فكده سبب خطورة وكمان بيعمل إيه؟ النفايات دي بتخلي الفيروسات تتواجد في المكان ده وقد تتناقل وكمان بتخلي بعض الأمراض تنتشر فدايما الحاجة الصغيرة لو إحنا ما جهضناش فإلا وإحنا ما عملناش عملية الإجهاد وهي في مهد رحمها فطبعا ده بيؤدي إلى التفاخم وبعد كده الموضوع بيبقى كبير مش بنعرف نلمه بسهولة ده دي تلات أمثلة اللي جسدت لنا النظرية النوافذ المكسورة لو جينا نشوف رسالة الحياة بتقدم لنا إيه؟ من خلال النظرية دي أول حاجة إن احنا دايما نصين قلبنا لما البني آدم يصين قلبه أول بول بيعيش سعيد وبيضمن نقاء قلبه أو البياض الناصع بتعرونق قلبه لأن احنا كلنا بنتولد الواحد بيبقى أبيض الأحداث والحاجات اللي بنشوفها في حياتنا شوية شوية بنتعرض لها فنفذة قلبك لو هي فيها إزاز مكسور حاول تغير الإزاز ليه؟ لأن النفذة دي بتدخل تراب فلما بتدخل تراب تيجي تعمل كده تلاقي عليه تراب أما إحنا لما دايما لو نفذة مكسورة عملناها أول بول مش هتلاقي تراب حتى لو لقيت يبقى بالطبيعي خالص ممكن نجليه كل فترة وليه طرق وهنتكلم فيها في حلقة تانية فمهم جدا أن أنا أنقي قلبي وأشتغل على قلبي لو فيه أي حاجة من البداية أشتغل عليها والقلب يعني فيه حاجتين المستوى الفكري أول حاجة وتاني حاجة المستوى بتاع التقدم العملي يعني علشان أتقدم وأتطور في عملي وفي نفس الوقت المستوى الفكري العادي جدا بتاع الحياة العامة فمهم جدا أن أنا أطور ولو فيه أي حاجة أوقف وأشوف الصيانة بتاعتها والأمور تمشي كويس جدا ده بالنسبة للقلب ورسلت الحياة التانية بتقدم لنا أن صيانة المعاملات يعني أحيانا بشوف حد ممكن يظلم حد أو أنا ممكن أظلم حد وأنا مثلا مش مراجع نفسي لو رجعت نفسي ولقيت فيه مظالم أحاول أن أنا أرد المظالم دي أو أحاول أن أنا أتناقش مع صاحب الموضوع ده طيب ده بيعمل عندي إيه؟ ده بيخليني دايما فيه حجاب حاجز بيني وبين أي شيء بيسبب لي مساوئ فهنا يعني يعني أنا أن أنا أعمل إيه؟ يعني أجيب الحلال والحرام وأفرق ما بينهم تمام؟ وخليني ماشي على موضوع الحلال أو العدل والظلم إن أنا أكون عادل مع الناس ومظلمش حد وماخدش حقه تمام؟ وفي حاجة كمان ما بين برضو الصح والغلط فلازم أوازن بين كل دول وأعرف وكل إنسان بيبقى عارف لأن إحنا بالفترة بيبقى عارفين قلبك يقولك إيه؟ هل ده صح ولا ده ظلم ولا لأ؟ فطبعا بنبتدي من هنا إن إحنا نحافظ على نقاء قلبنا وعقلنا كده كمان والمعاملات كده كمان في صيانات العلاقات صيانة العلاقة أنا دلوقتي لو أنا بيني وبين حد علاقة طيبة وأنا بحرص عليها لو حصل أي حاجة أو أي تصرف ما عجبنيش منه أقوله إن ده مش عجبني أو لو أنا حصل مني تصرف لي ومش عجبني أبتدي إن أنا أتكلم معي ليه بقى؟ أتكلم معي علشان نخلص المشكلة زي ما قلنا وهي في رحم مهدها ده رقم واحد ودايما أكون رقم اتنين إن أنا أكون متفهم أخلي عقل كبير أخلي دايرة مخي كبيرة أستوعب الأدامي وأستوعب الحدث ولو عمل أي حاجة وهو مش واخد باله أو تحت ظرفه معين ممكن أعذره فالتسامح والتفاهم من أهم ما يمكن هنضف لهم كمان حاجة المداراة المداراة إن أنا أداري إن أنا شفتك وإنت مثلا مؤثر معايا في موقف والمداراة هنا هي التغافل قيل لإعرابي قيل لإعرابي قيل لإعرابي من العاقل قال الفطن المتغافل الأعراب دول بيبقوا عندهم يعني حنكة في الحياة وعندهم فراسة وبيبقوا عارفين يعني ملمين بأمور الحياة فهو لما قالوا له من العاقل أم هو قال إيه الفطن المتغافل يعني إيه الفطن المتغافل ممكن حد معايا في العمل أو صديق لي عمل موقف والموقف دا دايقني لو أنا جيت واجهته به هو هيكون صغير قدامي ممكن يحرج ممكن يبقى مش قادر يرد علي ووارد إن يكون الموقف دا لا إرادة حصل منه أو غصب عنه مثلا يعني مش بمزاجه فلو أنا عملت نفسي إن أنا مش واخد بالي أو سألته فيه ولقيته إنه هو بيلف ويدور وعايز يهرب مني فلما يلف ويدور ويهرب من حضرتك افتح له باب خليه يعني ما تقفلش عليه الدنيا افتح له باب هو ليه بيلف ويدور عليك مش بيلف ويدور إن هو يعني إنسان يعني مش كويس لا هو عايز يخرج من كنفك بعذر عايز يخرج من كنفك بعذر أنت تسامحه وما تكونش الصورة تتغير فأنت افتح له باب خليه يمشي ويعدي ما فيش مشكلة ليه هو لما بيلف ويدور وعايز يمشي معناه إنه هو مازال بيحترمك ومش عايز إنه هو يبقى صغير في نظرك لأنه أنت بالنسبة له حاجة كبيرة فمازال بيحترمك أنت بقى حافظ على الاحترام ده وحاول تحتوي الأمور وما تقولوش إن أنا عرفت وأنا شايف خلاص هو عرف هيعمل إيه هو هيستمر صاحب الموقف ده هيستمر على نفس المنوال مدام أنت عرفت خلاص إنه هو مثلا وحش أو هو عمل عمل ماينفعش أو هو التصرف التصرف أنت مش بتحبه فممكن يستمر عليه خلاص أنت عرفت أما لو هو بيحاول لفه يدور وإنت فتحت له طريق أولا هو يحترمك ثانيا أنه أنت كمان يعني بتديله فرصة تانية أنه هو خلاص أنت ما شفتوش كده فبتوصله أنه أنت ما شفتوش فأنت بتديله فرصة تانية أنه هو يفضل على الصورة كويسة اللي في نظرك اللي أنت واخدها عنه فبيحاول يحافظ عليها فأنت لما بتديله الفرصة دي هو في الحال ده بيحاول يحافظ على الصورة كويسة في نظرك فهتلاقيه ممكن ما يكررهاش تاني أبدا ودي طريقة كويسة جدا بتحافظ على العلاقات وطريقة يعني مش بتخليك أنه أنت في حوجة للعتاب وللمواقف وحاجات كتيرة جدا بتأثر وفي نفس الوقت بتوصله أنه هو صورته كويسة ما زالت في نظرك فهو بيحافظ على الصورة دي وده كانت رسالة حياة النهاردة من أهم ما يمكن لو جينا نتكلم في حاجة كمان رابع رسالة في الحياة دايماً ابدأ بنفسك يعني الناس اللي كان بيرموا في الأرض ومش عارف إيه والكلام ده كله أو حد فاتح شباك العربية وكان بيشرب مثلاً حاجة ورمى الكان أو الكنز زي ما بيقولوا بيرميم العربية أو ورقة أو منديل مهما الناس تعمل ومهما الناس عددها يزيد في الخطأ ما تتأثرش بهم خليك على مبدأك لأن الموضوع مش بالقطرة ولا بكتر الناس ولا بتكرير الموقف المشحلو أو مثلاً السلوكيات اللي مش كويسة لا الموضوع بالكيفية وليست الكمية ده رقم واحد وفيه كمان رقم اتنين في الجزئية بتاعت ان انت تكون مميز دي أو ابدأ بنفسك الجزئية التانية ان انت انسان مميز كل الاعداد مهما زادت من سلوكيات قدامك مش هينفع تأثر عليك فخليك اثبت على موقفك وعلى جوهرك لأن الجوهر النظيف اللي زي حضرتك مهما يتعرض لنار أو يتعرض لأي مواقف أو أي ضغوطات عامل زي الدهب لما يتعرض للنار بيزيد بريق ولا معان مش بيقلل من امتو حاجة فنحاول ما نتأثرش لو احنا حاولنا ما نتأثرش بكل السلوكيات اللي حوالينا ايه اللي هيحصل وايه اللي هيعود علي انا انا كشخص ايه اللي هيعود على ذاتي اولا هحس بالتميز تاني حاجة هحس بقيمة نفسي فده بيزود احترامي جوايا لذاتي انا الحاجة اللي بعد كده لما الناس تشوفني بالشكل ده مش شرط الناس او اي حد وانما ممكن يشوفني ابني او يشوفني صديق ليا او يشوفني جار ليا هيبتدي ان هو يقتدي بيا فدول اربع كنوز كانوا من نظرية الدكتور فيليب جمعة ستانفورد فياريت يعني ناخد بالنا من نفسنا ونعرف قيمة نفسنا بجد كمان في نظرية في الحياة مهمة جدا عايز اتكلم فيها النهاردة دول اربع نظريات وفي نظرية خمسة انا عايز اتكلم فيها بتاعة حد انسان اسمه المهندس محمود محمود ده شغال مهندس راجل محترم راجل كان يعني لما بيشوف حد محتاج اي حاجة بيحاول يعملها له وكان بيروح لأهلين اللي ما عندهمش بيدور عليهم في القرى والنجوع اللي ما عندهمش سقف يقويهم من مطر البرد بتاع الشتاء القارس فكان بيعمل ايه؟ كان بيروح اللي محتاج وصلة مية بيوصله واللي محتاج سقف بيعملهله ابتدى الموضوع يتطور معاه لغاية ما ابتدى ان هو شاف ناس ملهاش مأوى الناس دول قاعدين في الشارع لا ده هما اقامتهم في الشارع بل بيناموا في الشارع اقامة كاملة يعني فطبعا ابتدى يلم أهلينا اللي ملهومش مأوى دول وابتدى ان هو يساعدهم مهندس محمود ده ولا خلينا نشوف الفيديو خلينا نشوف الفيديو هنشوف الفيديو انا محمود وحيد رئيس مؤسسة معانا دي انقاذ انسان عندي 36 سنة اشتغل مهندس انا بديت العمل الانساني والعمل الخيري من سنين طويلة جدا يمكن من وانا صغير مساعدات خارجية انا ومجموعة من الاصدقاء بنسافر في كل نجوع مصر قوافل نعمل ليهم اسقف للمنازل نعمل ليهم شنط غزائية وصلات مية الحاجات الطبعية اللي احنا بنعملها دي لحد من سنة 2012 بالتحديد حصل معايا موقف غير حياتي وهو ان انا شوف الموسين من شرط في الشارع والراجل ده كان وضعه صعب جدا جدا كان حوالي سبعين سنة وكان الديدان بيتاكل في جسمه كان بيتحلل وهو عايش وجهت صعبات كتيرة جدا من اول ما طلبت الاسعاف والاسعاف قالت لي لا ما نقدرش ناخد حالات المشردين ولكن المهمة ما كانتش انتهت خالص لا المهمة بدأت لان بدأت عيني تيجي على اهلين المشردين في الشارع ولقيت من الظاهرهم كبيرة جدا برضو عفرت وقعدت ادور لحد ما لقيت دار استثماري وكانت بتاخد مبلغ كبير جدا دخلتوا الدار الاستثماري دي الحالة بقوا اثنين بقوا اثنين بقوا اثنين بقوا اربعة داخل الدار انفصت اربع حالات في الحالة الخامسة تقريبا ما كانش معنا فلوس ان احنا ندخلوا دار بالسعر ده فبالفعل استنينا تلت ايام على تقول الحالة عشان قطر نجمع الفلوس وجمعنا الفلوس وجيت اروح عشان اصحي الراجل عشان اردوا معي للدار لقيتوا مانس فمن هنا جات لي فكرة انشاء دار لاهالينا المشاردين بلا مأوى الناس دي من حقها تعيش حياة كريمة من حقها ان هي تبقى هنا مع نصرية النبيل تاكل اكل نبيل وتلبس لبس نبيل تدعت ان انا ادور على مكان ولفت كتير جدا حد ما لقيت مكان مناسب كان في ستة اكتوبر واخدت شقتين شقة للسيدات وشقة للرجال وده كان بداية الحلم والبزرة الاولى لمؤسسة معانا لانقاذ انسان ابتديت اجري وراء الاجراءات القانونية وابتديت ان انا عايز ارخص المكان ده ولكن وجهت الصعبات لاني ما كانش فيه في مصر ترخيص للجامعات الاهلية لفئة اهلنا المشاردين بلا مأوى وكان اول انجاز لينا اني ناخد ترخيص رقم واحد في تاريخ مصر سنة 2016 وده كان اول انجاز لينا وكان اول فرحة لينا من خلال القطرة دي قابلت صعبات كتير جدا حتى اقرب الناس لي كانوا بيقولولي خلاص ما تكملش النهاردة انت عملت اللي عليك وحاولت ان انت تساعد الناس دي ولكن انت دلوقتي بتعرر نفسك للمسألة القانونية لاني ما فيش ترخيص فبالفعل انا كان عندي حلين ان انا ارمي الناس دي في الشارع او ان انا اعرض نفسي للمسألة القانونية وطبعا ما كانش عندي شك او تفكير واحد في المية ان انا مستحيل اتخلى عن الناس دي وقف معهم حتى لو انا هيحصل لي اي حاجة ولكن كنت مؤمن جدا ان ربنا مش هيسيبني حبينا بقى نعمل صرح كبير جدا جدا وده كان صرح بالشراكة مع وزارة اتضامة الاجتماعي بالفعل الوزارة اسندت لنا تلت مباني كبار جدا ودي اكبر دار في مصر موجودة وافتتحنا المباني دي وكانت يعني على معانا في الاتفتاح لان الموضوع بالشراكة مع وزارة اتضامة الاجتماعي وزارة اتضامة الاجتماعي الدكتورة المحترمة الانسانة نبيني القباج وزارة اتضامة الاجتماعي وكان معانا دكتور اشد صدقي وزارة الشباب الوياضة وكان معانا من لو احمد راشد المحافظ في الافتتاح وكان معانا وافد من العراق وافد من الامارات وبعض الدول الشقيقة وكان افتتاح مشرف جدا طبعا انا حصلت على جواز كتير جدا محلية وعالمية فاحنا تكريمنا الاول والاخير من الله عز وجل ولكن كان افضل الحاجات القريبة لقلبي هي جائزة الرئيس عبد الفتاح السيسي او تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم فافضل نموذج مشرف وكمان لن انسى جائزة صنوع الامل من سمو الشيخ محمد الراشد المكتوم بوجه رسالة لكل الشباب اني لازم تحارب عشان تحقق حلمك ومهما كان حلمك صعب اكيد لو عندك عزيمة وعندك ايمان هتقدر توصله هدافي وحلمي ان مصر تكون خالية من المشاردين وباذن الله مش هنرقاح خير لما نحقق محدة حدا ورجعنا لكم بعد الفاصل وشوفنا النموذج المشرف من الشباب الدنيا لسه بخير اتطمن هنيجي للفقرة اللي بعدها الفقرة اللي بعدها ناقصات عقل ودين ايه الموضوع اللي الناس اتكلمت فيه كتير جدا ده ناقصات دين المعنى فيها واضح خلاص مش محتاج اما ناقصات عقل اقدر ان انا اتكلم فيها تعال نشوف ايه موضوع ناقصات عقل ده ربنا اختص الانثة بحاجة بشكل منفرد وهي الولادة مكان الولادة ده مكان اسمه الرحم اللي فيه الجنين او اللي بيكون فيه الجنين فربنا سمى الرحم وكرمه واداله اسم مشتق من اسمه وهو الرحمن مشتق من اسم الرحمن نفسه وده معناه ان ده تكريم واضح جدا ومش محتاج اي اختلاف ده تكريم واضح وضوح الشمس في رابعة النهار كده اتفقنا نيجي للي بعده الانثة لما بتيجي تحمل ايه اللي بيحصل الجنين ده بياخد من كالسام اللي في جسمها بياخد من عضمها بياخد من سنانها بيبقى فيه وهم والوهم هو الضعف تمام ولما بتيجي تولد يعني بعد ما شافت الالام المبرحة اثناء فترة الحمل هي بتكررها تاني في الولادة بس بشكل اصعب كمان وقد تواجه الموت اثناء فترة الولادة فربنا قال فيها ايه قال حملته امه امه وهنا على وهن حملته امه وهنا على وهن يعني ضعف على ضعف الوهن يعني الضعف ويعني اللي هي مش قادرة جسمها بيضعف وحلها بيضعف وما فيش نشاط وبياخد من الغذى بتاعها عن طريق طبعا الحبل السري ويعني موضوع كبير ده طب بشوية فطبعا هنا لما نيجي نشوف الالام اللي هي تعرضت اثناء فترة الحمل ومواجهة الموت اللي هي بتواجهها اثناء فترة الولادة مين فيها السبب؟ الجنين طيب ده ممكن يكون مدعاء النهاية تكره السبب اللي عرضها للألم ده صح ولا لأ ده عمره ما بيحصل ما عند اي أنثى ليه؟ لأن الرحمة اللي جواها والتراحم اللي جواها غلب على عقلها هي بتفكر بالقلب والعطفة اكثر ما بتفكر بايه؟ بالمنطق والعقل فده اللي بيخليها تنسى كل الألم وتخليها تحبه وكمان بتأثروا على نفسها بتفضلوا عليها الجنين كان ولد أو بنت كويس؟ هنيجي الحاجة كمان نقصات عقل لأنها لما بتلاقي أي خطر بيحدق أو بيلحق بأولادها بتحط أولادها وراها وتبتدي هي تبقى في وش المدفع لو فيه طلقة جاية لقدر الله بتقف كده عشان تاخدها علشان تحمي أولادها فهي لنقصات عقل لأن القلب والعواطف عندها غلبت كفة العقل فهنا الموضوع ده تسمى عشان كده طب ليه؟ ده بيخليها أن هي تبقى مميزة وده بيخليها أن الحياة تمشي وده بيخليها أن الحياة تبقى فيها مرونة ودايما بتيجي على نفسها نقصات عقل لأنها بتشتغل من مبدأ الآخرين ينجوا ثم أنا لكن لو إحنا يعني كانت عقل بس كانت من المنطق أن هي تقولك أنجوا بنفسي ثم الآخرين صحيح ما بتعملش كده أصلا دي حاجة وفيه كمان حاجة نقصات عقل لأنها لما بتحصل مشكلة وأنت حضرتك كراجل بتيجي تطلطب عليها الموضوع بيخلص في كلمتين نقصات عقل عشان تعرف تلم أمورك ومشاكلك معاها نقصات عقل فعلا حقيقة مش هقولك لأ علشان أنت لما بتقول كلمة حلوة الموضوع بينتهي نقصات عقل عشان أنت لما بتجيب وردة وإنت جاي أو حتى أي حاجة أي هدية بسيطة الموضوع أنت بتقدر تسيطر على الموضوع بالمعروف وبالكلمة الطيبة بتقدر تحتويها بأقل حاجة ممكنة نقصات عقل عشان لما بتزعل وبتروح لبيت باباها وبتروح تبتسم في وشها بتفتكر بينكم الذكريات الكويسة وبترجع معاك بكل سهولة غالبا لو ما كانتش المشكلة كبيرة يعني نقصات عقل لأنها دايما بتحل على حساب جبها زي ما بنقول جبها من نفسيتها من أي ألم قد يواجهها بتقول مش مشكلة علشان الأطفال وعلشان البيت يقام ما فيش عمود في البيت يتهده وفي الآخر البيت دا ينهدم علشان خاطر الأسرة وبالتالي المجتمع وبالتالي الكون نقصات عقل علشان هما دايما دايما العاطفة عندهم بتغلب وبحلوا كل المشاكل بالعواطف علشان كده نقصات عقل نقصات عقل لأنها بتوجهها حياة أو بتوجهها حاجات مش بتفكر فيها في العقل لأنها لو فكرت في كل حاجة بالعقل وحصلت إن هي تعرضت لإهانة أو حاجة استحيل إن هي ترجع نقصات عقلا خلينا أقول لك أعوج الضلع أعلاها فإذا ذهبت تقيمه كسرته فاقبلهن على عوج يعني أنت دلوقتي راجل عندك ضلع مظبوطة هو عامل زي المصطرة زي الفل تمام التمام ما فيوش أي مشكلة وهي دلقاها عامل كده لو أنت جيت كده هنا في فجوة أهي يعني المكان ده دلوقتي أهو هنا في فجوة تمام طبعا أنت هتيجي تقدل الضلع هتكسر في إيه دك هنا في فجوة لو أنت عملت كده كده الأمور محضنة وكده الأمور ما فيش فجوة وكده ما فيش أي حاجة بيننا خلاص بقت الأواصر متربطة وبقينا لحمة واحدة يعني إيه الكلام ده الكلام ده يعني أنا كراجل يكون عندي ثقة بنفسي ولما أنزل لزوجتي ده شيء يزودني أبص للأمور من فوق ما بصش للأمور من شكل تاني أبص للأمور الرئيسية أبص لأن أنا عندي ثقة بنفسي النزول ده مش هيقلل حاجة من إمتي النزول ده رفعة النزول ده مرونة فكرية النزول ده أن أنت بتلم الأمور الإحسان أو الإنسان الإنسان عبد الإحسان الإحسان بتاعك بيزودك مش بيقلل ناقصات عقل لأن العلاقة اللي بين الراجل وبين الست هي علاقة تكاملية وليس تشابهية يعني أحيانا فيه شاب عايز يخطب يجي ياخد رأيه في حاجة بيقول لأنا عايز أخطب وفيه يعني مثلا حد شبهي قوي وفيه حاجات زي كده أنا أجأ أقوله إيه أجأ أقوله لا أنت دلوقتي ما بتدورش يعني ما نفعش تدور على حد شبهك وبنت زيك قوي يعني لأن هي علاقة تكامل لو فرضنا أن فيه راجل وست في البيت وهي عندها نص فرخة قامت عملتها لو الراجل بيحب سدر الفرخة بس لو الراجل بيحب سدر الفرخة وهي كمان بتحب السدر الفرخة هيتخنق عليه يعني هي دي علاقة التشابه أما علاقة التكامل أن هي تاخد هي عزاء وانت تاخد لو عايزه كل حاجة متاحة فعلاقة التكامل ده شيء بيخلي الدنيا تمشي بيخليك أنت كراجل أنت جهة الأمان وهي كست جهة الحنان وده اللي مخليها من العواطف ومن القلب نقصات عقل لأن ده ميزة ورحمة ربنا جعلها فيها علشان الدنيا تمشي وعلشان أنت كمان علاقتك وبيتك كله يمشي فده موضوع إحنا نمتن نكون ممتنين لربنا فيه ونشكر ربنا عليه ده حاجة ميزة ثمينة جدا هنيجي للفقرة اللي بعدها الفقرة اللي بعدها نظرية اسمها اللا ديمومة أو اللا استمرارية اللا استمرارية دي جاية من عدم الاستمرار يعني إيه عدم الاستمرار مفيش حاجة مستمرة في الدنيا ده قانون الدنيا ده من ضمن القوانين اللي الإنسان لو ما تصدمش معاه هيعيش مرتاح لازم أننا كإنسان أتفهم قانون اللا ديمومة وأكيف أموري معاه وأتناغم مع القانون ده هيعيش مبسوط ومستريح القانون ده يعني إيه القانون ده بيقول لي أن ما فيش علاقة دايمة أي إن كانت العلاقة ما فيش علاقة دايمة وما فيش مال برضو دايم كلنا هنسيب المال وهيروح وأحيانا بنخش مشاريعه وبنخسر لقدر الله وما فيش أي حاجة دايمة لا هدوم ولا علاقة ولا أي ولا أي حاجة في الدنيا هدوم إحنا نفسنا مش دايمين في الدنيا فده حاجة بتخليني أن أنا أخد الموضوع بتدريج أبقى فاهم أن الإنسان دا مش دايم معايا أو الشغل دا مش دايم معايا فلما ييجي ساعة التنفيذ أكون أنا ممهد لنفسي الموضوع أبتدي أن أنا أتقبله هيكون عندي ألم ساعتها ليه لأن أنا إنسان وما ينفعش أن أنا يعني أن أنا أعمل مشكلة مع ألمي أو ما تقبلش ألمي كده هنزعه من جوايا بالعافية هياخد حتة ويطلع هتقلم أكتر فأنا هتقلم ساعتها آسعة الفراء بس الألم اللي هو ألم الفراء بس مش ألم الموضوع ككل أنا خلاص عارف أن إحنا في يوم من الأيام الحاجة اللي عندي دي هتروح إلى حاجة اللي أنا متعلق بيها الحاجة دي ممكن أقول لنفسي أن هي أشبه بحاجة اسمها الإيجار عقد إيجار تمام عقد إيجار ده بس غير محدد المدة ما عرفش هو هينتهي إمتى فعلشان ما عرفش أن أنا هو أنا ما عرفش أن هو هينتهي إمتى أبتدي أن أنا أتكيف مع أن الحاجة دي مش هتفضل وقت ما تروح أبقى أنا الحمد لله متقبل الموضوع فلو جينا نشوف موضوع اللا دا يمومة هندور على مثل يجسد لنا الموضوع ده الموضوع بتاع اللا دا يمومة هي من ضمن قوانين الحياة لو فرضا أن أنا دلوقتي في ألم بحس بألم لو أنا جيت أقول لنفسي وطبقت قانون اللا دا يمومة كده أنا بذكر نفسي أن قانون اللا دا يمومة مش هيدوم فبقول لنفسي هو لو موجود دقيقة دي دقيقة الجاية مش هيكون موجود ولو موجود النهاردة بكرة هيروح دا بيعمل لي ايه بيخليني أصبر لأن خلاص هي دقيقة دي خلاص هقول لي نفسي يا محمد أصبر مش مشكلة أصبر الديقة دي وكلها ديقة دي والديقة الجاية خلاص هتبقى كويس فده هي دعوة للصبر ودعوة للأمل في وسط الألم دعوة للأمل يخلي عندي أمل وأنا في وسط الألم أن خلاص هيروح فدول كانوا رسالتين من الحياة في موضوع اللي دا يمومة نيجي للرسالة الثالثة هي أن ساعة الفرح لما جي مثلا عندي أي سبب مفرحني قوي لما عرف أن هو مش هيدو أفرح بشكل متوازن هي دي الرسالة بقى أفرح بشكل متوازن لأن أحيانا الفرح لما يكون مش متوازن ممكن يحول فرحي لغرور ونيجي للرسالة الرابعة المهمة جدا ممكن حد يسمع الكلام دا دلوقتي يقول اللا دا يمومة أنت كده بتدعو بها للتعاسى لا هي اللا دا يمومة دعوة للسعادة وهضرب لك مثل دلوقتي يجسد لك الموضوع دا اللا دا يمومة لما أنا أجي أضرب بها مثل للسعادة أن أنا دلوقتي لما أكون في لحظات سعيدة أو أنا مع أولادي وهقعد ساعة زمن أو ساعتين المعرف أن هي لا دا يمومة دي يعني هيجي دلوقتي الوقت دا هيخلص هستغل ساعاتي من أول دقيقة للدقيقة الستين هستغل الساعة بالكامل يعني لو أنا دلوقتي طالع مصيف وكتير جدا تبصت لها الناس طالعين مصيف أسبوع يجي في آخر يوم يقول لك أنا منزلتش البحر عايز أنزل وعايز أروح أكل مثلا الأكل الفلانية في البلد دي كانت سكندري أو غرداء أو حاجة وعايز أروح المكان الفلاني ولسه ما رحتش المكان الفلاني ليه بتزنق نفسك في الآخر فلما أعرف أن هي لا دا يمومة وكلها أسبوع وماشي هستغل أو هستثمر كل لحظة تعدي علي أن هي تكون أعلى مؤشر سعادة ممكن فهي دعوة للسعادة اللا دا يمومة دعوة للسعادة بجد اللا دا يمومة كمان لو جينا نضرب مثل بموضوع خلينا نقول الجاذبية الجاذبية لما إحنا الإنسان اكتشف قانون الجاذبية كان إيه اللي حصل معاه ابتدى أنه هو يعرف يعني جاذبية والقوة الطردية بتاعتها وكل دا فجينا نسمع الطيارة لما صنعنا الطيارة صنعناها بناء على قانون الجاذبية لأن هي فيها علاقة كبيرة جدا بين الطيارة الطير وبين الجاذبية فطبعا القانون دا الطيارة بتتناغم مع قانون الجاذبية علشان تقدر تسير والطير والقصة دي كلها فإحنا محتاجين أن إحنا نتناغم مع قانون الجاذبية هيوصلنا الأعلى سعادة ممكنة في الحياة وفي نفس الوقت مش هيخلينا نتصدم صدمة زي ما بيقولوا صدمة حدة لا صدمة بتبقى فيها مرون اللي هو يعني ألم الفراء بس العادي خالص بس هي بداية والشيء اللي أنا بتكلم فيه النهاردة أن هي دعوة لسعادة قلوبكم اللا دايمونا اللا دايمونا قانون كلنا عايزين نحترمه ونعترف به وقانون يعني هيوصلنا فعلا لقمة السعادة ربنا يسعد قلوبكم هنيجي كمان كان فيه أسئلة من الحلقة اللي فاتت الأسئلة دي عبارة عن حد بيقول يعني هي سيدة بعثت لي في استفسار بتقول أن ابني بيتعرض للتحرش وأنا مش عارف أحل الموضوع إزاي خايف أحل الموضوع وإحنا يعني خايفة الناس تتكلم وخايفة يحصل فضايح للأسف مجتمعنا في حاجات كتير مش بيحاول يواجهها من باب حتى لا يقال يعني عشان الناس متقولش علي وده غلط جدا ده بيخلي الموضوع يستمر ده رقم واحد وبيخلي غيره يقدر يعمل كده وبيخلي الشخص ده يكرر الموضوع ده مع الناس تانية فاحنا لو حد وقف كلنا وقف كل واحد وقف مع شخص أو مع موقف مش كويس معه هيكون البني أدم اللي مش كويس ده لو اتجازة قدام الناس هيكون عبرة لما نعتبر فمش هتلاقي أي حالة من حالات دي وحتى لو لقيتها يبقى حالات ضئيلة جدا لحد غير متزن حد يعني مش متزن عقليا تماما هم أغلبهم أصلا بيكونوا يعني عندهم مشكلة نفسية فبتقول لي أعمل إيه في الموضوع لا حاولي يتواجهيه وبتقول لي أوجهي ابن إزاي وجهي ابنك كالتالي بداية إحنا لازم نعمل سد منيع بين أولادنا وبين أي خطر قد يحدق بهم أي خطر قد يلحقهم أي خطر قد يتعرضوله لازم نعمل السد المنيع ده أو السور المنيع أو الوقاية لازم بداية قبل ما أقول الكذا حاجة بتوعي الوقاية في حاجة مهمة جدا عايزين نعرفها ما فيش حاجة اسمها مظاهر في الدنيا تقدر يعني تحكم على الإنسان من خلالها ما تقولش أصل متحرج ده أصلا ده رجل محترم ولبس بدلة وجرفطة ده رجل كواء ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش حاجة أصلا والله ده شغال مهندس ولا شغال ما فيش حاجة خالص اسمها كده ما لوش علاقة السمت اللي هو اللبس أو المظهر ما لوش أي علاقة بالسلوكيات دي نوع الشغل إن شاء الله يكون شغال إيه ما لوش أي علاقة هو سكن فين ولا المستوى الاجتماعي ولا المستوى الكالتشر ما لوش علاقة بمستوى الثقافة نهائي ما لوش علاقة خالص تقدر تشوفه من بره دي مسألة فيها خلل داخلي جوا الإنسان يعني جواه ما لهاش أي علاقة عشان تقول والله ده رجل كويس ده رجل كبار ما فيش حاجة اسمها كده ولا ليها علاقة حتى بسن ولا أي حاجة لابس بدلة لابس شورت لابس جلبية ما لهاش علاقة طيب دي حاجة مهمة كلنا كنا محتاجين نعرفها الحاجة اللي بعدها هقول لحضرتك ولكل أم فضلة لو عايزين بجد الموضوع ده تعملوا وقايا لأولادكم يبدأ هبدأ معاكم من الصفر يعني ابنك لسه صغير ابدأي بموضوع البامبرز البامبرز أو الحفاظة بتاعته ما ينفعش حد يغيرها غير حضرتك بس نهائي علشان الولد أو البنت ما تفكرش إن الموضوع ده متاح وممكن أي حد يتطلع فهنا أنت بتديله إحاء إن خلاص ده ما ينفعش أي حد غير ماما تمام وده بشكل مؤقت تبتدي تسعديه في حدود مثلا الثلاث سنين قبل أو بعد طبعا بتفرق من طفل لطفل وهي فرقات فردية تمام بتبتدي تسعديه في الحمام في حدود مثلا الثلاث سنين قبل أو بعد زي ما قلنا وبعد كده تبتدي لغاية ست سنين خلاص يبتدي يعتمد على نفسه يكون أنت عرفتيه كل حاجة أو عرفتها كل حاجة بالشكل ده ما ينفعش أي حد يساعده في الموضوع ده غير حضرتك ده رقم واحد ورقم اتنين ما ينفعش يلعب في أعضاؤه الداخلية إلا في وقت الحمام وبالشكل الطبيعي لازم نفهمه ده يا جماعة في حواجز بتحصل بيننا وبين أطفالنا وهو الإحراج الحدود لا لازم اتدي له العلم لأن يعني مهم جدا ده ابننا تمام حاجة مهمة كمان تغيير الملابس ما ينفعش أن الكبير يغير قدام الطفل ملابسه ولا ينفع أن الطفل يغير قدام مش هقولك الكبير قدام أي حد حتى لو من سنه ما ينفعش بداية من ثلاث سنين ما ينفعش يغير ملابسه قدام حد ولا حد يغير قدامه ده إحنا بنبعث له رسالة بالحدود يعرف أن ده حدود فمدام وصله أن ده حدود وما ينفعش لأن أشوف حد ولا حد يشوفني لو حصل أي حاجة لقدر الله في أي يعرف في أي مكان يعرف أن ده مش طبيعي يكون ليه وقفة اتفقنا؟ طيب في حاجة مهمة كمان أحياناً تلاقي أب أو أم يبوسوا الولد أو البنت بالعافية ماشي هو ابنك مفاشي أي مشكلة خالص بس في مشكلة صغيرة بتحصل من جراء ذلك يعني بتحصل من الحدث ده بعد كده لو 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 واجه الموضوع ده برا بيبتدي أن هو خلاص هو ده كان بيحصل قبل كافة ممكن يفكر أنه ده طبيعي أما لو أنت ما عملتش معاه الموضوع ده يستحيل أن حد يعمله من برا والولد يتقبله أو البنت خلاص ده خط أحمر ما ينفعش يعني غير ما يكون بقى متضرب عليه بشكل أو بآخر هو طفل ولسه بيتشكل برضو طيب لو جينا نشوف مهمة جدا جدا نقطة مهمة أوي لغاية الأهمية وهي لازم وضروري إحنا ككبار وهما كأطفال إحنا كأولياء أمور وهما يعني لسه أطفال لازم يعرفوا ده منهم وهم صغيرين وهما بيتكونوا إيه هي أب أم في دايرة مغلقة البيت والأمان دايرة مغلقة عبارة عن أب أم أخ أخت ننة جد أكتر من كده في دايرة تانية بعد كده يعني هي دي الدايرة المغلقة وبعد الدايرة في حسابات أخرى وفي نسبة الثقة بتختلف وفي معاملات أخرى فدي دايرة مغلقة ما ينفعش إن احنا نلعب فيها صاحب بقى بابا زميل ماما حد ما معي في النادي حد جيراني ما فيش حاجة اسمها كده دا من أهم ما يمكن دايرة المغلقة ما فيش أي لعب هنيجي كمان نقطة مهمة وهي لازم في حدود أمانة الحدود أمانة دي على طول دراعة طفل بس طبعا مش دراعة زي دراعة أنا دا لا دراعة طفل ممكن يكون مثلا نقدي شبر كده مثلا 40 سنطي ولا 50 سنطي دراعة طفل على دايرته يعني قدام جنب الجنب الثاني ورا على بشكل دايري دراعة طفل دي دايرة أمان ما ينفعش حد يقرب منه أكتر من دراعه وبعد كده يبتدي أن هو ياخد حظره أو يقرأ الموضوع ده ويبتدي ياخد باله طيب فيه كمان حاجة مهمة جدا الموبايل أحيانا ابني بيكون في المدرسة ماشي ما فيش مشكلة أحيانا بيكون بياخد درس خصوصي والدرس دا ساعة من بعد ساعة لما أنا أجي في الطريق ورايح أخده ممكن أتأخر عليه خامس داقة وحاجة مش مشكلة أن أنا أدي له موبايل بس ياريت يكون موبايل عادي لأن الموبايلات السمارت قبل الـ 14 سنة فيه مشكلة كبيرة جدا بيواجهها الطفل بس إحنا مش واخدين بنا ومش هو اللي بيخش يعني يدور على حاجة موبايلات السمارت أو الموبايلات الزكية فيها نت النت مش شرط أن هو يخش يدور وإنما هو بيتعرض لحاجات زي كده عن طريق إعلان عن طريق صور عن طريق فيديو تعرض له وهو داخل على أي تطبيق فمهم جدا أن أنا ما تديش تليفون لإبني قبل 14 سنة تليفون عادي خالص علشان أتطمن عليه ويتطمن علي قادي الموضوع كله تمام بعدين مهم جدا أعرف ابني فين ورايح فين ومع مين ده إحنا أحيانا بنصاحب أولياء الأمور قبل قبل الطفل اللي هو صديق ابني كويس فده مهم جدا مهم كمان حاجة أن أنا أزرع في ابني الثقة وعلمه إزاي دافع عن نفسه أخليه واثق من نفسه كده مش ساكته لما يتعرض لموقف يفضل ساكد لا خليه واثق من نفسه وعلمه إزاي دافع عن نفسه ولو اتعرض ابني أو بنتي أي حاجة من ده أخليه ممكن أقوله ساعتها يعني في المعلومات اللي هندهالو أبصر اتحول بالشكل عدائي دفاعي مش عداء إنه هو إزي حد عدائي دفاعي اللي هو هدافع عن نفسي يعني هدافع عن نفسي طلع صوت بقى يتكلم حد يلحقه يزقه يعمل المهم خليه عنده ثقة في نفسه فده مهم جدا في حاجة كمان مهمة جدا الشريحة العمرية يا جماعة إحنا المجتمع كله بيعاني من الموضوع ده الشريحة العمرية إيه بني ماينفعش يختلط مع حد أكبر من شريحة العمرية ومش بس كده الشريحة الجسمانية أو البدنية لأنه ممكن بيكون معاه في نفس الفصل بس تتلاقي وقت كده ابن لازين إيه جسمه فاير يعني بيكون زي ما بنقول كده إيه حبيته كبيرة شوية أو بيكون جسمه سابق سنه فده ممكن يسيطر عليه جسمانيا أو عضليا زي ما بنقول وماينفعش برضو إن هو يخالط حد أسكى منه يعني مش أسكى منه أوي بس يعني لو إحنا خدنا بكل الحاجات دي إحنا بعيد وبسلام فكده إحنا هيكون وصلنا لأمور كويسة جدا مع ابننا ونتيجة كويسة كمان لازم نقرب من أولادنا ونصحبهم علشان لما يكون قريب من ابني لو حصل أي حاجة يبقى سره معايا مش أفضل أقول لا لازم يكون في حدود وبيني 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 جدار حاجز والجدار الحاجز ده هو اللي بيسبب مشكلة السؤال التاني كمان في سؤال حد سألهولي حد بيقول لي بيني وبين زوجتي حاسة هي ما عدتش بتهتم بيا بمعنى صح ما بتحترمنيش زي الأول يا جماعة إحنا الموضوع ده أساسي ألف به في القوامة قوامة الرجال القوامة لو الرجل افتقدها الست بتبتدن هي ما تحترموش فالاحترام نابع من الراجل مش من الست وقوامة الرجال عبارة عن خمس حاجات المسئولية المسئولية ويه الصدق والحزم والعفاف والرحمة المسئولية ان انت تشيل مسئوليتك مسئولية المادية والمسئولية ان انت كراجل البيت وتوفر الأمان طيب العفاف ان انت تعفها على الموسع وقدره ربنا قال وما تعوهن على الموسع وقدره وكمان انت تكون عفيف ما تفضلش تبص هنا وهنا وتضحك معدي وتضحك مع واحدة غريبة كده انت بتتهزف نظرها الصدق كون صادق مع نفسك وصادق مع الناس انت نفسك هتكبر في نظر نفسك ودي مدعاه ان انت تحترم نفسك فبالتالي هي هتحترمك كمان في حاجة الحزم الحزم مش معناه ان اكون حزم عليها اكون حزم في المبدأ ماينفعش حاجة غلط يبقى انا ماينفعش اعمل اي حاجة غلط اكون برضو كويس في نظرها انا صاحب مبدأ ماينفعش ان هي تروح تجيب الرحمة الرحمة هي التراحم دايما خليك متسامح ودايما خليك حنين اللي بيطبطب بتفرق كتير جدا مع البني ادم كلنا من جوانا عبارة عن انسان والانسان زي ما قلنا عبد الاحسان والانسان والله بكلمة ما بينساهش طول العمر اما المأساة بتسبب مشاكل كتيرة وبتسبب جراحات ما بيننا اه لو انا جينا نقول لكم كل سنة وانتم طيبين وفي نهاية حلقتنا وحابب اقول في نهاية في النهاية الحياة الحلوة الحياة فيها حاجات وحشة كتير وفيها حاجات احلى فالوحش عدي وما تقفش عنده والحلو استغل كل دقيقة فيها كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان كريم كنت معاكم محمد حافظ وبتنان لكم كل خير وتوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة